السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم سارة اه تعالوا بقى عشقين تغيير الديكورات دايما بص ممكن تغيري السالون بتاعك زي ما هي هنا عملت في الفيديو بتغير شوية حاجات لمسات بسيطة زي الشموع فوزة تحط كتاب ديكور مختلف اي ديكور طبعا كتب ديكور والحاجات ديكور كلها بتتبع في محلات الديكور تغير الكوشن المخدات او الاكياس بتاعيتها اه برواس تغير بيحولك شكل الصالون لشكل مختلف تاني هخليكم معايا نفس الصالون ده هتغير في بصه غيارة ايه برضو الكوشن حلوة قوي على الباني ده هنا على التربيزة هتغير برضو الشكل الورد ممكن يبقى هيا هيا نفس الفوزة بس تغيارة الورد وكل الحاجات دي يجب تدنيها تخليها عندي ممكن تبدلي ومش شرط تتغيري كله مع بعض ولا ممكن حاجات بسيطة صغيرة كده بتفرق اه طبعا لو وان كاناتك سامحة وبتغيري بتديكي شكل جمالي اقيم وكاين تغيرت الصالون بتاعك من غير تكاليفة عالية يعني وكده اتمنى الفيديو يعجبكم بجد فيه ديكورات حلو اضطوا نفس الصالون غيرت الورد المخدات الصغيرة الكتب الديكور كتب الديكور طبعا قلت لكم اه بتدي شكل جمالي كده وخصوصا للناس اللي بيحبوا اللي ديكور بتاعهم على الشعر يعني قوي او يعني يكون ايه مودرن على كلاسيك كده فبيدي شكل حلو قوي بصوا برضو التصميق الرمادي مع الابيض مع الذهبي طحفة مع الشموع طبعا بتدي شكل حلو قوي ده تصميم تاني شكل او غرفة المعيشة بصوا باضاءة الهادية قوي مع سواء الشموع او اضاءة هادية خفتة كده بيزدي بجد شكل حلو قوي لمسة جمالية اه ومش شرط الفخامة العالية او الهدوء هنا حلو برضو قوي جميل جدا اه والديكور هادي وبسيط تعالوا نشوف اه ديكور عالي الشفائية ورجعنا تاني الايور الدهبي والبساط بصوا هنا هتعمل هتغير برضو نفس الصالون بس الكتب برضو زي ما قلنا وشوية شموع كده برضو بتدي شكل حلو قوي ممكن تاخدوا منها افكار كتيرة آآ تعجبوه تعجبكم بتنسوش بقى تعملوا اللايك بصوا هنا برضو هنا مدخلين الاسود عشان رجول الركنة زي ما شوفين اسود حطوا كم كده مخدة باللون اسود واتنين باف اسود مع الدهبي طبعا والنجفة دي شكلها حلو قوي في شوية تصميمات صغيرة كده او لمسات صغيرة بتفرق في الدكور بتاعك اللي هو كل حاجة ترد على آآ التاني فاهمني يعني في لون عندك تمام ممكن حاجة ترد عليه ما يكونش لون لوحده يعني انا مسلا الصالون بتاعي آآ في كافي آآ في لون مش عارف ايه مش لأ اللون ده لوحد ولأ لازم احط حتى لو مخد ده لو فوزة لو وردة اي لون يرد على التاني كده بتبقى مريحة اكتر للعين يا رب يعجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك كتير للفيديو